طيب لو احنا عايزين نغير او لو كان كلامنا عن تغيير الواقع يبقى بشكل ايجابي بشكل عملي بشكل ناجح علشان ورد جدا انه اجي اغير الواقع او اعدل الواقع فيبوز مني اكتر ممكن اعمل ايه نفسي اقول حاجة النهاردة ما عرفش هي اجابة سؤالك ولا اصدر اعايز اقولها بصي انا فيه شعار انا عن نفسي متبنية في حياتي اسمه هفشل الفشل وهو احبط الاحباط هفشل الفشل انه مش هيفشلني وهحبط الاحباط انه مش هيحبطني وهدايق دي انه مش هدايق انا هروح للفشل اقوله مش هفشل انا هستمر احلم هستمر احلم رغم كل الظروف النهاردة تغيير الواقع الحقيقي ان انا استمر احلم في احلامي وابتكر افكار جديدة تاني وتالت ورابع وخامس وسادس وعاشر كل الناس اللي غيروا واقبل الحاجات اقبل الواقع وافشل الاحساس بالفشل يعني ايه اقبل الواقع يعني انا تحطيت في موقف زي ده طول ما انا كرهه مش هقدر غيره لو انا كره الحياة دي مش هقدر غيره احب الواقع ده وابدأ احلم ببكر احلمنا منبع ودنا الاولى حقيقية ان انا يبقى عندي قدرة ان انا احلم تاني طب قبل ما اختم معاك لان قدامي بالضبط يعني اقل من دقتين معظم الشباب بيقولوا علشان اعرف غير الواقع بتاعي او حتى علشان اعدل الواقع بتاعي انا لازم من معي امكانيات مادية هل امكانيات مادية هي اللي بتساعد في تغيير الواقع؟ مثلا كل القصص البسمحة وبيتجيب على الفيسبوك وكل الناس دي فيه ناس بدأت بعربيات اكل وبدأوا يجباروا اكتير جدا الفكرة في التحدي احنا مشكلتنا احنا عايزين حاجة جاهزة الحقيقة جمعة مش سهلة وانا بقول لأي حد عنده حلم هي جهاد جهاد وقدرة الاستمرار تغيير الواقع ان انا اجاهد فالنهاردة مفيش حاجة اسمع عندك امكانيات دور على اي امكانية عندك حتى لو كانت صوتك حتى لو كانت شوية فلوس قد كده واستثمرهم واحلم بيهم سكائك استغلوا ولو فشلت فيهم بمفهومك انت استفدت مفيش حاجة اسمها فشل انا تعلمت النهاردة ان الكوباية دي وانا بمسكها وقعت مني تكسرت مش عارفة امسكها ففي حد زيتي ان انا مزكتها ازاي دي اسمها تعليم لو انا ضيعت فلوس انا عملتها في مشروع وفشلت وحسيت ان انا ازاي وقالوا لي انت فاشل انت ازاي تضيع الفلوس دي انت شاركت ناس غلط عايز اقولهم اوكي بس انا اكتصفت خبرة الخبرة دي حاجة مهمة جدا فانا في كل مرة ما نجحتش فيها انت اكتصفت خبرة فانت نجحت ونجحت ونجحت